أنا طبيب سوري كنت أعالج المصابين في سوريا في بداية المظاهرات كنا نأخذ المصابين إلى المشافي الحكومية ولكن بعض المعلومات وبعض المشاهدات التي وصلتنا لأن المصابين في هذه المظاهرات يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي هناك معلومات تدل على أنه تم تعذيب وضرب وحتى قتل عدد كبير من المصابين كنا نعمل بظروف صعبة جداً الحقيقة ظروف أمنية صعبة وظروف مادية وحتى طبية صعبة مكان المشفى الميداني بالكاد يعتبر مشفى ميداني غرفة أو غرفتين في منزل قريب من مكان المظاهرة يضاف إلى هذا كله الضغط الأمني على المنطقة أثناء التظاهرة وصعوبة الخروج والدخول من مناطق التظاهر يضاف إليها أيضاً ملاحقة الأمنية للأطباء الذين يقومون بتقديم العلاج الطبي للمصابين الموضوع الأمني هو الهم الأكبر والشاغل الأكبر للأطباء احتمالية أن يصاب فيها أو يعتقل كبيرة جداً وبالتالي الموضوع صعب مع هذا نجد عدد من الأطباء الذين يخاطرون بحياتهم ويفون للقسم الطبي الذي أقسموه من الصعوبة أيضاً أن نجد دائماً المواد الجراحية معقمة يعني قلة المواد الجراحية وكثرة عدد الجرحة تضطرنا أحياناً إلى أن نستعمل وسائل بداية يعني نضطر إلى أدوات وإلى إجراءات تكون بعيدة نسبياً عن الجراحة الأمنة أو عن العقامة الطبية ليفترض اتباعها لدى الناشطين على الأرض لدى المتظاهرين لا يوجد مثل هذه الأدوات الرفاهية في الطب العربة إسعاف يعني يتم نقل المصاب على أيدي وأكتاف أصدقائه من من حوله كانوا في المظاهرة إذا اضطرنا الأمر وكانت حالة الإصابة سيئة جداً واضطررنا إلى نقله إلى مشفى حكومي وعندها نكون أمام خيارين إما أن نترك المصاب لينزف ليموت أو أن نأخذه إلى المشفى الميداني وعندها لا نعرف أي نهاية قد ينتهي إليها هذا المصاب تحصر عدد كبير من المشافي عند انتشار إشعة فيها أو عندما يحصل الأمن على معلومات أن مصابين من مناطق تظاهرات قد وصلوا إليها